هنا في الستوديو سيادة العميد خالد نسي المحل العسكري مساء الخير أهلا بك معنا سيد خالد إذن في تقدم في استعادة لمواقع عديدة تحديدا بمحافظة البيضاء ولكن القوات على بعد 70 كم من الحديدة وهي نقطة مهمة جدا لقوات الشرعية ولكن بالمقابل ثمت من يقول بأنه التقدم بطيء كيف تشرح لنا سائر العملية العسكرية وإلى أي درجة من ما العوامل تأخير وفق كثيرين إلى أي درجة الحفاظ على المدنيين كونه من الأولويات هو من ضمن العوامل طبعا هنا لو نلاحظ أنه مثلا في الفترة الأخيرة تغريبا في حدود يمكن ذات شهر هذا تغريبا هناك في مثلا في انتصارات ملحوظة ومتسارعة في كثير من الجبات وخاصة جبات المعقل الرئيسي للحوثين وهو صعدة فيها انتصارات ملحوظة وخاصة باتجاه مران وهو المعقل الرئيسي للجماعة وخاصة القيادات الصف الأول الموجودة في هذا المنطقة هناك في تسارع أيضا في جبات الساحة القرية وخاصة الآن تحرير مدينة ميدي وهي شمال مدينة الحديدة أو ميناء الحديدة بالتحديد تقريبا هنا تبعد إلى مسافة تقريبا حدود 70 كيلو إذن هنا في تقدم الحوظ بالنسبة لكثير منطقة الساحة القرية سواء شمال الحديدة أو جنوبها الصارات الأهمية والمحوظة هي في صعدة فإذن هناك مثلا ما تفضلتي هناك ربما هناك في عوائق كان أخرت الحسم العسكري وهو مثلا طبيعة جغرافية الأرض أيضا أن الحوثيين دائما يعني يتخذوا مثلا المرافق المدني أو الأحياة السكنية كميشات أسكري أو ثقنات أسكري من خلالها يتم إطلاق الإسلحة الثقيلة خاصة والمتوسطة فتجنب وخاصة سياسة التحالق والحكوم بشكل عام كيف أنه نستهلك الحوثي كيف أنه نضيغ الخناق عليه وخاصة كيف نحصره داخل الأراضي اليمنية وخاصة أنه نضيغ عليه المنافذ وخاصة البحرية أيضا كيف نستنزفها عملية الاستنزاف هي العملية المتبع في التعامل مع الحوثي وبطبيعة حال تأخذوا تأخذ وقت حفاظا على البال من شاءات وعلى المواطنين بشكل عام وفق سير العمليات حتى الآن وما يتم استعادته من أهمية لهذه النقاط أيضا وجغرافيا عن أي وقت نتحدد ستستغرقه المعركة كاملة بعد تقريبيا إذا ما شرحنا عسكريا يعني طبعا لا نعرف التوقيت بشكل دقيق طبعا سحيح ومثل ما تفضلت بالصعوب أن الواحد يجي يحدد أو يعطي سبب زمن هذا مستحيل لكن أنا أقول لكم أن المعلومات المتوفرة لدينا أنه مع قادم الأيام سوف نحن إن شاء الله تشهد وخاصة جبهة الساحة القربية سوف تشهد يعني تطورات ملحوظة وسوف تكون هناك انتصارات أيضا غير متوقعة حتى الأقرب المتابعي لهذا الشان يعني هناك في قوات هناك يتمتع تدريبها وتأهيلها ووعدادها وأيضا وضع الخطة يعني فقط لحنا نتظرين ساعة الصفر وربما تقول تكون خلال أيام وسوف تكون هناك انتصارات وخاصة فيما يتعلق بجبهة الساحة القربية بشكل عام أيضا هناك سوف تكون هناك انتصارات في صعدة فالرهان الآن على جبهتين جبهة الساحة القربية وجبهة صعدة بالنسبة لجبهة الساحة القربية أنا أتوقع أنه يعني لن يكون مثلا نهاية شهر هذا الشهر شهر أبريل حتى يكون هناك انتصارات ملحوظة يعني إذا لم نحرر في ميناء حديدة فسوف نقرب على بعد 10 إلى 20 كيلو من هذا المركز وسوف يضيغ الخناغ لأنه الانقلاب اللي حد الآن معهم أكثر من 200 كيلو ما زال متنفس معهم على الساحة البحر الأحمر فعندما أنا أتوقع أنه يضيغ تضيغ المسافة هذه أقل من 50 كيلو تبقى يعني حفاظا على المدينة حفاظا على أنه الميناء من خلالها تستمد يعني هناك في يعني استخدام في القانب الأغاثي وأمداد المناطق اللي ما زالت تحسيطة الانقلابين من خلالها صح أنه يتم استغلال من قبل الحوثين استغلال أسكري إلى هذا القانب لكن سوف يتم تضييغ الخناغ فالأم المتحدة أمامها خيار أنه هي تكون مشرفة على هذه النقطة أو يتم التعامل الأسكري في قوات جديدة يعني في الأيام المقبلة نعم في قوات جديدة ما في معلومات مفصلة عنها ما في شيء هي من ضمن قوات يمنية طبعا من ضمن خطة التحالف أنه يتم تعدادها وهي يعني على هوبة الإسلام من ضمن هي بشكل عام هي قوات يمنية من قوات يعني مقاومة أو قوات الجيش وطني أو قوات في الأخير الكل يمنية بظل دعم من التحالف طبعا طيب 70 كيلومتر من الحوديدة ماذا يعني؟ ماذا تعني هذه المسافة عسكريا سيد خالد؟ طبعا تعني أنه نحن نعلم طبيعة المنطقة من السبعين كيلو وهذه هي أرض مفتوحة لا توجد مدن في هذه السبعين كيلو لا توجد مدن بحيث أنه يستقلها الحوثيين هذا القانب يعني أسوأ استقلال من قبل انقلابين دائما هم يتخذوا المدن والحياة السكنية لكن في خلال هذه السبعين كيلو لا توجد مدن بحيث أنه العدو يستقلها لا توجد يعني مثلا هي أرض مفتوحة ليس قبلية الحوثي دائما يجيد يعني الكمان في المناطق القبل لكن هذه أرض مفتوحة فقط لحنا في انتظار تحديد ساعة الصف لتحرير الحديدة أو الوصول إلى مشارف الحديدة لن يكون هناك عقبة فقط إن ربما تكون العقبة الوحيدة هي الوصول للقراحي القراحية طبعا هي ترتبط بثلاث محافظات بشبكة الطرق بثلاث محافظات إب وتعز وإب ومن خلالها ما زالت يعني التعزيزات الحوثية يعني هذه مدينة اسمها القراحي بالتقال الحديدة هي ربما تكون العقبة الوحيدة لأنها ترتبط بشبكة الطرق بثلاث محافظات من خلال هذه الطرق ما زالت الإنقلابين يعز الجبهات من خلال هذه الطرق فإذا وصلنا تقريبا هنا إلى 20 كيلو من حتى الوصول إلى هذه المدينة ما بعدها يكون سهل أن أرض مفتوحة لا توجد مدن على الإطلاق سؤال أخير عسكريا هل ينعكس على الأرض موضوع التصاعد غير المسبوق للخلافات بين الحوثيين نتحدث عن صراع داخلي نتحدث عن شقاقات عن الغذيالات هذه الفترة غير مسبوقة فعلا أنه كل ما ضاق الخناق عليهم كل ما حاولوا يصعدوا يعني مثلا على مستوى الأسكري وهو طبعا هو المكاسب اللي يحقونها هو مكسب معنوي وليس أسكري هم يعلمون أنه لا يمكن يحقوا أي مكسب أسكري لو في السعودية ولا في حتى المجادة اللي يستدفوا داخل اليمن فهناك في خلافات المعلومات التي تم الحصول عليها من الأسرى الحوثيين أو حتى العناصر اللي مخترقين جماعة الحوثي هم أسرى يعني عناصر يأمنوا التحالف بالمعلومات فعلا كل المعلومات تأكد أنه هناك في خلافة حقيقية هناك في معاناة هناك في يعني مشكلة على بالنسبة للتقييش الشباب أو على مستوى حتى التسليح هناك في معاناة حقيقية وهذا تسعيدهم يدل على أنه كيف يكسبوا مكسب يعني معنوي أكثر من أسكري مثلا شكرا على وجودك معنا هنا في الستوديو سيادة العميد خالد النسل وحل العسكري شكرا شكرا على المشاهدة